هذا وأعلن النواب المستقلون في البرلمان رفضهم لمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات وجمعهم تواقع نيابية لرفضه بصيغته الحالية مبينين أنه دمج الانتخابات المحلية والتشريعية بقانون واحد وهو أمر غير منصف وغير عادل وفق بيانهم نعترض وبشدة على إجراء التعديلات المطروحة حاليا على قانون الانتخابات كونها غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير لا بل أن هذا المقترح يكرس احتكار واستئثار السلطة بيد جهة دون أخرى والتفاف على أصوات الناخبين العراقيين وأن عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات أمر غير مقبول وليس له مبرر فضلا عن ذلك أن الاستعجال بالسير بآليات تشريع هكذا قانون غير مقبولة وتفضي إلى إرباك في عملية صياغة قانون غير منصف وغير عادل لعموم الشعب العراقي